بسم الله الرحمن الرحيم مع كنزين عظيمين جدا من كدوس السنة لا يعلم هما أكثر الناس صواب عظيم جدا للتبكير لصلاة الجمعة لم أتطلق إليه قبل ذلك في الكلام إن لا يمكن مرة واحدة ولاس باستفادة وصواب أيضا عظيم جدا للصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فيهم الجمعة الحديث الذي قلته لحضراتكم قبل ذلك هو حديث لرزيلاه الإمام الحافظ الإمام الدائلمي في الفردوس والإمام حسام الدين المنتقل الهندي في كنز العمال وغيرهم من حديث ألس بن مالك ليس من أعياد أمتي عيد أفضل من يوم الجمعة في وام الرواة ورقعة في يوم الجمعة أفضل من ألف رقعة في غير يوم الجمعة وتسبيحة في يوم الجمعة أفضل أفضل من ألف تسبيحة في غير يوم الجمعة الحديث ده معنى ايه؟ الحديث ده معناه ان انت لو قلت سبحان الله مرة واحدة يوم الجمعة افضل ما تقول سبحان الله الف مرة يوم الحد في الميزان يوم اليامي يعني ده معنى انت لو قلت سبحان الله مرة واحدة بس يوم الجمعة افضل ما تقولها في الميزان الف الف مرة يوم الحد او يوم الثلاثة وانا صليت ركعتين يوم الجمعة افضل ما تصلي الفين ركعة يوم الحد هذا معنى الحديث كان ربنا عمي سبحانه انا حبانا بيوم الجمعة اسبوعيا كما حبانا بلالة القدر سنويا وانا قلت الكلام للحضراتكم قبل ذلك ودراوي الحديث نفسه انس بنالك قال ان الايام العشر كل يوم فيها بألف يوم وانا يوم عرفه بعشر تلاف يوم ورسول الله عليه الصلاة والسلام قال في الحديث صحيح ان العشر الايام الدقيق افضل ايام في السنة كلها والرسول قال في الحديث الصحيح برضه ان يوم الجمعة افضل من عيد الفطر وعيد الاطحى يعني افضل من يوم من اهم الايام الايام العشر اذلك الحديث كلها بتصحح بعض ومتأكد بعض اذا مفيش كلام ان يوم الجمعة سواب اي عمل صالح بيتضاعف اكتر من الف ضعف طيب يعني الكلام النهاردة عن عملين مهمين جدا عشان كده كنت قلت لحضراتكم قبل كده اه صالوا صالات التسبيح يوم الجمعة لان صالات التسبيح يوم الجمعة لا تقدر بحسنات لو قلت مليارات 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 الحسنات لا اقبالغ ولا اطيع حقها ايضا طبعا الحب يرجع انا كانت بالتفصيل قبل كده قلت لحضراتكم سوموا يوم الجمعة لان جاء في الحديث عن سيدة داود عليه السلام ان هو كان يصوم يوما ويفطر يوما فاذا صادف صومه يوم الجمعة اعظم الصدقة وقال عليه الصلاة والسلام ان صوم يوم الجمعة يعدل عبادة خمسين الف سنة يقوي هذا الحديث الذي قاله النبي صلى الله عليه وسلم ان الصوم يوم الجمعة صوم يعدل عشرة ايام وايام ايام الاخرة من بش AP الاخرة او اليوم القيامة والرسول صلى الله عليه السلام في سورة المعارج وا puedes background جوليه الملائكة في يوم كان مقداره خمسين الف سنة. فاصبر صبرا جميل لآخر الصور. ابعيزا صوم يوم الجمعة لأن الناس الصومين ان هم بصوم اثنين وخميس ان صوم يوم الجمعة الواحد ومكروه. لكن مستحب جدا وصوابه عظيم جدا للناس اللي بصوم اثنين وخميس. قلت لحضراتكم تأسوا بسيدنا سيدنا داود وعظموا الصدقة لان انت لو تصدقت بعشرة جنيه من الجمعة افضل ما تتصدق بعشرة تلاف جنيه افضل ما تصدق بعشرة او من الحد او من الثلاثة. طيب دعا بجوف الحديث السابل اللي هل نتكلم عنه النهاردة. روى الامام اه ابن عساكر في كتابه تاريخ دمشق من حديث اه اه القاسم ابن بخيرمان رضي الله عنه عن عمر عمر الاموي عن القاسم ابن بخيرمان رضي عنه قايدة راح الرجل الى المسجد كانت خطواته احدها ترفع درجة والاخرى كفارة. ده في الام العادية لكن في يوم الجمعة زي ما احنا قلنا قبل كده بقيام سنة وسامها او بعشرين سنة عمل او بمئتين سنة عمل في الحديث العنوان في الاخر. شاهدنا جزء تاني من الحديث وكتب له بكل انسان جاء من بعده قيرات قيرات. يعني بتكتب لك. وكل واحد يجي بعدك. جبع الحسنات زي جبع الاحد. فاللي انا عايزه لحضراتكم ورده. مش بس تبكر بقى اليوم الجمعة. لا ده انت تصلي في مسجد جامع كبير جدا زي ما انا بعمل زي ما بعض الناس بتعمل. اه مساجد اللي فيه اللي يكون فيها الف مصلي او اكتر. ليه? لانك هتاخد. بكل واحد يجي بقى. طبعا هتبكر. لو انت ودخلت دخلت مسجد اول واحد هكش بعد منك تسعمية تسعة وتسين واحد. هاتكتب لك. يعني معنى كلا انت هتاخد بكل واحد جبل. طيب نضرب السواب ده فاكتر من الالف. ما وصاب اي عمل صالح بالضرف يبقى هتحصل سواب هتاخد مليون اكتر من مليون جبل حسنات زي جبل احد وجبل احد وزنه خمسة واربعين مليار طني. ده اللي عمل او. لابقى انت لو بكرت اليوم الجمعة ورحت اول واحد. دخلت اول واحد الجامع بس مسجد كبير زي مسجد 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 العمري او مسجد الموسافي الاسكندرية في مسجد كبيرة. ساعة تعيتك باكتر من الف واحد. تصليش بقى في صلية صغيرة خمسين واحد. لا امشي. لان المشي زي ما احنا قلنا. احنا قلنا قبل كده الخطوات كل خطوة. احتسب على الله سبحانه وتعالى بمئتين سنة عمل. حديث بسنة عمل. وحديث ثاني بعشرين سنة عمل صحاها بعض علماء. الشاهد هنا انا بتكلم على كمان التبكير احتسب ان ربنا سبحانه وتعالى حيديك بكل واحد. جبل بعدين اضرب السواب ده فاكتر من الف. مثل لو صليت في مسجد جامع كبير في اكتر من الف مصلي هتاخد اكتر من مليون جبل حسنات. لان السواب يضرب فاكتر من الف يبقى الف جبل اضربه في الف يبقى اكتر مليون جبل. مشكلة بس تستطيع النبي صلى سلم كمان. قال عليه الصلاة والسلام. من صلى علي صلاة كاتب الله له القراطة. والقراط مثل احد. والحديث ده حسنه جامعة من العلماء. رواه الامام السيوتي في الجامعة الصغير. والامام والصنعاني. والامام حسام الدين المتقن الهندي في كتابه كنز الاعمال. والامام المناوي في فايد القدير. واللي ما بتنحجن الهيسامي في الدر المنضوط في الصلاة والسلام على صاحب المقام المحمود. الرسول بيقول لك لو انت صليت عليه صلاة هكتب لك قراط يعني هكتب لك سواب قد جبل حسنات قد جبل احد حسنات. يبقى انت لو صليت السيغة البليغة اللي قلت يبقى الف جبل في الف يبقى دجعة بحد. هتاخد اكتر من المليون جبل حسنات. يبقى مليون جبل للتبكير. بعد ما تروح اول واحد اللي مسجد. هتاخد اكتر من المليون جبل كمان في الصلاة عند نبي صلاصل. اثنين مليون جبل. اثنين مليون جبل. آآ كجبل احد حسنات. وزن جبل احد خمسة واربعين مليون طر حسنات. بس سواب ده هيكون ازاي مليان. ده كل جمعة الكلام ده. فا. فا. يا ريت. نضايح هذه الفرص العظيمة. الكلزة العظيمة لها. التي يعني لا يضايحوا انسان العاقل. فانا هكتب لكم الكلام ده. هتحطوكم الاحاديث في الوصف. وتعزوكم انساقوا هزا الكلام والشهرات عام في طاب عظيم. قولوا قلوا لهذا. استغفر الله لي ولكم. ويا ريت. تعملوا بالوصائل والتحاداتكم. الصيام لاكسر من الصدقة. والصوم والصدقة. والصلاة عن النبي صلى الله وسلم. والتبكير في الصلاة في مسجد كبير. صلاة بعظم جدا. فانا